تحت رعاية رئيس الجمهورية تتواصل فعالية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان لتوفير السلع بأسعار مونخفضة تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى المواطنين في كافة المناطق بخاصة لأشد احتياجاً لتوفير السلع لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم المرحلة الثانية والعشرون من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحركت قوافلها للمواطنين بالميادين والشوارع ليستفيدوا من التخفضات في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من السلع الأساسية هنا أرخص من برنا بصراحة ربنا الرئيس بيعمل حاجة حلوة الله يبارك له الله مبادرة جميلة من سيادة الرئيس والله يجزيع عنا خير والله يبارك له حاسس بنا وبالشعب ويريته يكتر من حاجات ده في جماعة المناطق المجاورة لنا بالضغط خاصة أننا هنا في الفلاحين بنحتاج حاجات كتير زي كده من ضمن السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة يوجد منها الكثير في الأحياء ذات الطابع الشعبي لذا تمثل تلك المبادرة أهمية كبيرة للمواطنين بها وهو ما يعكسه لإقبال الكبير على السلع الاستراتيجية في إطار المبادرة في ظل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% المبادرة كويسة جداً وبنشكر سيادة الرئيس والأسعار كلها حلوة ورخيصة الأسعار كده دي كويسة لنا وبنستنىها على طول وبنستنى التخفيضات دي دايماً وبنستنى المعرض على طول بيبقى في فرق في الأسعار مبارح جايبين لنا حاجة بسعر ونهار ده فيه سعر فيه فرق في الأسعار جامد نبارح للنهار ده نحن بنجيب حاجة من بره بتفرق معنا في البيت الأسعار دي طبعاً الأسعار غالية فهي بتفرق معنا في البيت كل حاجة فيها كويسة نحن ما بنعرف إن فيهم بادرة من وزارة الداخلية ومن الرئاسة بنجي نجري عشان بتفرق معنا كتير أو 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 في الأسعار فبأمانة يعني بنشكر وزارة الداخلية والريس على اللي هو بيعملوا معنا وحرصت الوزارة بالاتفاق مع كبار التجار والموردين على إقامة شوادر ومنافذ في أماكن محددة تم اختيارها بعناية لضمان استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بها من كافة الفئات بخاصة الأشد احتياجاً وهو ما يؤكد استراتيجية الوزارة في انتهاجها كافة السبل للوصول إلى المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم أنا مبسوطة جداً يا ريت وأتمنى يعني لو يكون معارض كتير زي كده لأن حاجة فيها مخفضة فعلاً عن بره بكتير كما تشارك منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح المنتجات في منافذها المنتشر على مستوى الجمهورية بتخفضات كبيرة للمواطنين شعبي وقيادة وشرطة إحنا وكل فارد حبك علينا يا بلدي فارد وهنبقى جنبك للنهاية شكرين يا ساعة الرئيس على اللي انت بتعمله معنا شكرين جداً شكرين جداً 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 والله يقود في اللي انت فيه فيه حد ورانا وإن فيه حد بينزلنا الأسعار وإن فيه يعني محاربة للجشعة والتجار اللي هم بيزودوا الأسعار وفي إطار مبادرة كلنا واحد قامت الوزارة بتوفير عبوات تحتوي السلع مخفض أسعارها للمواطنين قاتل يحي الأسمرات في إطار دعم سكان المناطق الحضارية الجديدة النهاردة يوم حلو إن شاء الله عشان خاطر الرئيس بعت لنا يميش رمضان وكل سنة وانتا طيبين جميعاً نشكر الرئيس انه هو من سنة شطيماً وبيساعدنا في كل المناسبات وكل سنة هو طيب بمناسبة شهر رمضان وطبعاً نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي جزاء الله كل خي ونتمنى انهم كمان يهتملون بنا أكتر وأكتر ودائماً يزرون بحاجاتهم الجميلة دي فلسان طيبين جميعاً ما بين سلاسل تجارية وشوادر ومنافذ وقوافل من السيارات تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثانية والعشرين لتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفضات كبيرة لدعم الأسر المصرية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ورفع الأعباء عنهم وتتواصل فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى ستين بالمئة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبدالله بركات التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر